اختلف يونس بن عبد العلى مع أستاذه الإمام الشافعي في مسألة فقهية فترك يونس الدرس غاضبا وعاد إلى بيته ولما أقبل الليل طرق على باب يونس ففتح ليفاجأ بالإمام الشافعي يقف أمامه يا يونس تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مسألة قال الشافعي يا يونس لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف يونس لا تهدم الجسور التي بنيتها وعبرتها فربما تحتاجها للعودة يوما ما اكره الخطأ لكن لا تكره المخطئ أبغض المعصية لكن ارحم العاصي يا يونس انتقد القول لكن احترم القائل فإن مهمتنا هي أن نقضي على المرض لا على المريض